قياساً بقى على نجاح هذه الحملة بدأت تخرج حملات تانية برضو رفعت شعار خليها لكن المرة دي رفعت شعار اسمه خليها تعنس وانا الحقيقة ما كنتش عايز احط الحملتين في نفس السياق لانه خليها تصدي غير خليها تعنس ليه بقى لان الاول حملة خليها تصدي هي حملة ايجابية بشكل او باخر حملة وعية حملة لها هدف خلينا نقول قايم في نهاية الامر لكن لما تيجي تقيس وتاخد زي ما حداكوا شايفين البوستر فكرة ما توردش نفسك خليها تعنس لا هنا نقف وقفة وخاصة ان الحمل بدأت تنتشر اولا فكرة خليها تعنس استخدام اللفظ ما يصحش بشكل او باخر وانا باعتبره نوع من انواع التنمر ونوع من انواع ايضا مهدمة المرأة او التحدث مع المرأة بشكل غير لائق في هذا المجتمع الاولا لان اللي هتعنس دي هي اختك الا امك الا امرأة يعني الا اي قريبة من قريباتك وبالتالي لايك جزء اطلاق فكرة يعني ان احنا نقول تعنس دي تانية حاجة ان المجتمعات الحديثة خلاص تجاوزت فكرة العنوسة حبيبي هو يعني رسالة ليك هي برضو مش بستنياك انت الوحدة هي عندها حياتها وعندها طموحاتها وعندها امالها وما اصبحش فكرة العنوسة دي زي الفكر القديم البالي عندنا في المجتمع وبالتالي هي كمان ممكن تبقى سفيرة ووزيرة وممكن تبقى رئيسة الشركة ممكن ما تبقاش فضيالك اصلا ممكن ما تكون شنكة اصلا في اولوية اهتمامتها فالمجتمعات الحديثة تجاوزت الفكرة دي بشكل اوبغر ثالثا مش هكفيه بحاجة اولا اللي اعرفوا اللي اعرفوا انه كمان يعني تقريبا في مجتمعنا المصري نص نص المجتمع تقريبا يعني احنا نتكلم في فرق تقريبا اقل من مليون من ثبت الذكور والاناف فلما هي هتعنس هيك انت كمان هتعنس زيك زيها بالزبط لان هي يعني هتجيب منين هتروح بقى هتجيب جواري مثلا من سوق الجوائق هتجيب منين هي نفس القصة لانه تقريبا هم النصف تقريبا بالعدد كمان بالقيمة العددية كمان مش حملة واحدة خرجت يعني فكرة خليها تعنس خرجت واحدة كمان اسمها خليك في حض امك يعني طبعا انا بستخدر يعني بعتذر عن استخدام اللغة بس ده اللي جاء ده اللي جايها على وسائل التواصل الاجتماعي والتانية اسمها خليه خلل وده طبعا غير طبعا مجموعة من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن عملوا الحملة المضادة دي عشان يردوا على حملة خليها تعنس بس سواء اللي عمل الحملة دي او سواء اللي عمل الحملة التانية فهذكر الحالتين لا انت هتفيد نفسك ولا انت هتفيد غيرك ولا هتفيد المجتمع والاتنين الحقيقة انا شايفهم نوع من انواع انا اسف في اللفظ نوع من انواع الهرتلة او الهطل اللي احنا مش محتاجينه اصلا وفي الاخر بنقولكو خليكو في شغلكو خليكو في حاجة مفيدة او خليك يعني في حملة فعلا ممكن تفيد بيها بشكل او باخر مش هتضل التقاط والنوع من انواع يعني خلينا نقول الرتح على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاخر جزء كبير اساسي هيروح لفكرة الهاء الناس عن الهدف الحقيقي اللي احنا نتمنى انه في الاخر الاسر بشكل او باخر يعني يسروا ولا تعسروا احنا طبعا في الظروف اقتصادية ربما تكون صعبة والمجتمع بدأ يغير فكره شوية بشوية فيما يتعلق بالنقطة دي وبالتالي احنا بندعو الناس كلها ان هي تويسر في الزواج بدون بقى فكرة الرتح او خليها تعنس او مش تخليها تعنس لانه في الحياة انا شايفه ده نوع من انواع التنمر واهدار لقيمة المرأة لان هي مش سلعة هي مش داي خليها تصدي خليها تصدي انت بتعامل مع سلعة لكن المرأة ليست سلعة فميفاش تقولها خليها تعنس على سلعة انت بتتعامل معها كأنها عربية مثلا وده رأي بمنتهى البساطة وتمنى الناس يكون فيه تركيز اكتر فيما هو مفيد يعني لنا والمجتمع